على مدار الأيام الأخيرة كانت حرائق غابات الأمازون هي الموضوع الأبرز على الساحة الإعلامية فبحسب الأرقام الرسمية تم تسجيل 78383 حريقا هذا العام وهي الأسوأ منذ عام 2013 بارتفاع قدر ب83% عن عام 2018 ويمتد حوض الأمازون الذي تبلغ مساحته 7 ملايين و400 ألف كيلو متر مربع في تسعة بلاد من أمريكا اللاتينية ويحوي محمية طبيعية تقدر مساحتها بنحو مليون كيلو متر مربع أي ثلث الغابات الأساسية في العالم تقريبا بالإضافة إلى 20% من المياه العذبة الناتجة عن وجود نهر الأمازون وبحسب تقديرات منظمة معاهدة التعاون الأمازوني فإن ربع مخلوقات الأرض تعيش فيها منها 300 ألف نوع من النباتات و3000 نوع من الأسماك بالإضافة إلى 1500 نوع من الطيور و500 نوع من الثديات ومليونين و500 ألف نوع من الحشرات كما يعيش فيها نحو 50 قبيلة من الشعوب الأصلية للغابات ومع اندلاع الحرائق تداولت معظم وسائل الإعلام معلومة مغلوطة حول معدل الأكسجين الذي تنتجه هذه الغابات والذي قدر بحوالي 20% من الأكسجين العالمي إلا أن علماء النظم الإيكولوجية في جامعة أوكسفورد أكدوا أن غابات الأمازون تنتج أقل من 10% من أكسجين العالم وتمتص نفس كمية الأكسجين التي تنتجها وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة فإن خطر الحرائق ينبع من كون غابات الأمازون تمتص ما بين 90 و140 مليار تون مكعب من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا أي أن الغابة تحتجز حوالي 17% من الكربون العالمي المختزن في الغطاء النباتي للغابة وعند قطع الأشجار أو حرقها ينطلق الكربون إلى الجو إضافة إلى كل هذا فإن هذه الحرائق أطلقت نحو 228 ميجا تون من غاز ثاني أكسيد الكربون حتى الآن وهي الأعلى منذ عام 2010 ما قد يزيد من تضخم ظاهرة الاحتباس الحراري وبحسب المختصين فإن كارثة الأمازون ليست إلا نتيجة سياسات اتبعها الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو بحسب موقع ميديا بارت الفرنسي الذي أشار إلى أن الحرائق هي بفعل عمال المناجم الذهب غير الشرعيين وأصحاب الأراضي الزراعية الذين يريدون توسيع حقولهم من أجل تربية الماشية وبحسب الموقع فقد استغل هؤلاء إلغاء الرئيس القيود التنظيمية للحفاظ على الغابة المطيرة ومحاولته لإخراج السكان الأصليين من الغابة من خلال القرارات التي أحالت جميع الأراضي التي يعيشون عليها إلى سلطة وزارة الزراعة وهو ما يتيح المزيد من الاستغلال التجاري لغابات الأمازون الصندوق العالمي للطبيعة أكد أيضا أن عمليات التضخم في إزالة الغابات في السنوات الأخيرة ساهم في خسارة الأمازون نحو 20% من مساحتها إلا أنها تزداد بتسارع منذ وصول بولسونارو إلى سدة الرئاسة وحتى الآن لا تزال 80% من غابات الأمازون سليمة لكن تغير المناخ مع رغبة البشر في إزالتها وانخفاض هطول الأمطار وانتشار الحرائق كلها عوامل ستساهم في زيادة المفقود من الغابات من 30% إلى 40% في المستقبل ما سيدفع بالبشرية إلى دق ناقوس الخطر المناخي بحسب الصندوق العالمي للطبيعة ومن الواضح جليا أن المشكلة ليست طبيعية فقط بل هي مشكلة فساد وسوء إدارة وعدم رغبة بالحفاظ على مصارف ثاني أكسيد الكربون الطبيعية في الكوكب والتي إذا اختفت ستختفي البشرية معها